اهلا بكم مشاهدين اينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة من قناة الشرق الفضائية عبر برنامج حوار آخر كيف نعبر فوق الازمات عشان منحقق احلام المواطن في عيش كريم وحياة آمنة مستقرة انعم فيها بالعلم والصحة وبالتالي يحقق فيها كل الطموحات كيف تفكر النخب السياسية وتعمل تجاه مستقبل الوطن ما بين الازمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لا يكون الحل الا عبر الحوارات والاستماع للراي والراي الآخر ضيفنا في هذه الحلقة من حوار آخر هو القيادي مقرر القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني سيد أحمد كرمينو أهلا ومرحبا بك السلام عليكم ومبارك الله فيكم وانا سعيد ان اكون معاكم في هذه الامسية بداية نحن عندنا تقرير عن الاوضاع الراهنة نتابع من بعد ندلف مباشرة الى حوارنا يعيش السودان ظروفا اقتصادية بلغة التعقيد وقد اثرت على حياة الناس ومعاشهم مما جعل العديد من المواطنين يحتج ضد ارتفاع الاسعار والشح في الخبز والوقود والسيولة لكن رئيس الوزراء ووزير المالية معتزموسة يقطع بان ضخ مزيد من الوقود لا يحل المشكلة الموجودة انما الحل في منع تهريبه واوضح ان المخالفات تتطور لذا يعمل على تطوير القوانين الموجودة ونوها الى تفعيل قانون تنظيم الاسواق وقاطع باحقية كل مواطن في الحصول على كل السلع الاستراتيجية من دقيق ووقود وجدت تأكيداته بعدم رفع الدعم عن الدقيق في ظل هذه الظروف يتعقد الواقع السياسي ويزداد ارتباكا فالحكومة تؤكد على قدرتها على تجاوز الازمة وعودة الاقتصاد اكثر قوة والاحزاب الشريكة تحاول التملص من مسئوليتها والاحزاب المعارضة تعتبرها فرصة للضغط على المؤتمر الوطني الحزب الحاكم المتمسك بانتخابات 2020 خيارا للتبادل السلمي للسلطة ما بين المناورات السياسية والازمات والحلول ينتظر المواطن السوداني الاستقرار والرخاء لتحقيق الامان والصحة والتعليم والعمل والعيش الكريم فكيف السبيل لذلك؟ شكرا جميلة في الكنترول على هذا التقرير اللي حوى كل الاشكاليات المربوطة الآن بالوضع الراهن وكثير من المعاناة بالنسبة للمواطن السوداني سيد كرمينو مرحباك مرة تانية وبالأمس كان فيه اتماعات كبيرة ومكثفة بالنسبة للقطاع السياسي بالمؤتمر الوطني أبرز النقاشات كانت شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حقيقة أنا سعيد أنه في مجرد تسمية البرنامج حوار حقيقة نحن ظللنا في الأوين الأخيرة في اتماعات مكثفة في القطاع السياسي ولعلنا فقط في هذا الاسبوع كان لدينا اتماعين وآخره بالأمس يعني الأحد اتماع وأمس الثلاث اتماع وظلت هذه الاجتماعات لفترات طويلة لأن هناك لجان كثيفة وكثيرة مكونة من قبل القطاع السياسي للوقوف على كثير من الأحداث السياسية الرهنة يعني من بين اللجان التواصل ما بينه وبين الأحزاب المختلفة هناك عدد من 20 لجنة مناطبعة الاتصال والتواصل مع الأحزاب المختلفة خاصة أحزاب الحوار الوطني وهي ظلت حقيقة حتى الحوار نفسه لم تكن هناك لقاءات كبيرة ومكثفة لما توصل الناس إلى ما توصل إليها حتى كونوا حكومة الوفاق وأدخلوا العديد من الإخوة في البرلمان حتى تكتمل الآراء والأفكار لقيادة عمل سياسي موحد لمقابلة كثير جدا من التحديات لذلك هذه الاجتماعات حقيقة وقفت أيضا بالأمس على ضرورة معالجة الأوضاع وخاصة في ميلي الجوانب الاقتصادية منها باعتبار أن هذه الأزمة التي ظهرت الآن هي أزمة اقتصادية والحكومة معترفة ونحن في الحزب نعترف تماما أنه هناك أزمة قد حدست في الدقيق في الوقود في النقود وهذه كلها لها مسببات مختلفة ولكن يبقى الأصل كيفية معالجة هذه القضايا طيب دينا نقفه لأنه الآن الشارع والمواطن السوداني بهموا الوضع الاقتصادي وده أصلا الوضع اللي بسببه اتبدت في شكل احتجاجات والناس بدأت تطالب في أبسط مقاومات الحياة بالنسبة لها أنت حلولكم لي على أرض الواقع سيد كرامين بكل شفافية شنو؟ أولا أنا أفتكر بالنسبة للدقيق يعني حقيقة هناك دعم أكثر من 60 مليار يوميا لدعم الدقيق وكانت أكثر من 60 مليار يوميا تدفع للدقيق وارتفعت نسبة 100 ألف جوال يوميا من الدقيق تطلع 50 لولاية الخرطون و50 بتوزع للولايات المختلفة ولذلك يعني عندما ينادي رئيس الوزراء وزير المالية المواطن لمتابعة حقه ومراغبته لأن هذه الكميات بتمشي للمخابس وإذا حصل خلل بيحصل في هذه المخابس أما من جانب الدولة الآن هو هذا الذي يتم والتزمت الدولة والتزم الأخ وزير المالية ورئيس الوزراء أمام البرلمان عند إداع الموازنة بأنه يستمر في هذا الأمر إلى أن ينجل الموقف بعد ذلك الناس يمكن أن يشوفوا أي بدايل أخرى فبالتالي نحن نفتكر أنه هناك خلل ماء إداري في مسألة الدقيق ولكن الناس شغالين لمعالجتها شغالين بالإدارات أو القطاعات أو اللجان أو حتى من قبل جهاز الأمن الذي كان يكون موجود وعنده رقابة على بعض المخابس إلى ماتة طيب بالرغم من الرقابة دي الرقابة دي الأزمة ترجع وترجع مرة تانية تختفي ترجع مرة تانية الحلول بالضبط الجزرية لأنه الناس لا تستحب الموضوع العيش لأن تكون فيه إشكالية أنا زي ما قلت لك الحلول الجزرية هي تعملت يعني شنو أكثر من أن الدولة تدفع 60 مليار في اليوم للدقيق تراقبه خلاص ما شكيت قلت لك الآن هناك آليات يعني هناك آليات ولجان الآن منعقدة لمعالجة هذا الأمر يعني أنا ممكن أقول لك بالقلب السابت جدا أن مسألة الدقيق دي أمرها محلول تماما وهذه القضايا يعني صحيح تظهر اليوم تختفي تظهر لغاية ما الناس إن شاء الله يصلوا فيها لحل جزري ونهائي تاني ما تتكرر هذه المسألة الأمر التاني المشكلة التانية في الوقوت الوقوت حقيقة تم حصر لكل العربات التي تعمل في السودان والتي بلغت مليون وسبعمائة وخمسين عربية من جاز لبنزين الإشكال الكبير مزألة البنزين حلا ساحل لأنه متوفر وإمكان توفيره ساحل إشكالنا بيقف بالجازولين ولأنه مربوط صراحة بالإنتاج مجبل إنتاجه بس إذا كان الناس بيستخدمه فقط لما عندنا من الآليات بكفي لكن هناك كمية ضخمة من التهريب في الجازولين بالزات يعني أنا أديك مثال في الإحصائية التي عملت مثلا العربية بتقوم من هنا لبرصدان معروفة بتشيلها كم جالون وبتجي راجعة بكم جالون معروفة لكن في عربات بالمناسبة بتشيل كميات أكتر من المشاوير المضرب والمعروفة لذلك لو لاحظت اليومين دي أي زولين دو عربية بمشي في شباب يدوك كريت الكريت داش نقدر يحصروا بيو بالضبط نحن عندنا كم من العربات وبنحتاج لي كم من البنزين ولي كم من الجازولين عشان يحصل الله ضبط لذلك نحن نتوقع بعد ما هذا الحصر يتم بإذن الله رب العالمين المسألة حتكون محلولة حل كبير جدا الأمر الثاني نحن برضو وافقين يعني حتى قصتنا دي الناس مقتل يعني مش سكتنا على بل الآن حصل لا يعني حديث مع كثيرين جدا من الدول الصديقة والدول وانتو سمعتوا حديث الأخر الرئيس في لغاوة جمهير إنه هناك دول تجاوبت معانا وهناك بالأمس اجتماع كبير جدا مع نائب رئيس الحزب مع السفراء العرب أيضا أكدوا وقفتهم الكبيرة جدا مع السودان حتى يخرج من هذه الأزمة يعني نحن وافقين جدا بالإجراءات الماشية الآن إداريا وتنفيذيا إن شاء الله في وقت وجيز المسألة دي بتحل الأمر الثاني دي بالنسبة للوقود الأمر الثالث هي مسألة السيولة وانتو براكم سمعتوا النداء التمى للتجار والتجاوبة الكبيرة التمى من التجار لإدخال مبالغهم حسب الترتيبات الاقتصادية والترتيبات المالية المعمولة لدى وزارة المالية إنه بنهاية هذا الشهر أو بداية شهر 2 نتوقع بيزد الأربع العالمين جزء كبير جدا من أمر السيولة يتحل ولكن هيمضوا في التدرج إلى أن يتوقعوا لغاية شهر 4 يصلوا الحل النهائي للأمر وتكون الثقة الكبيرة ما بين التجار وما بين المواطنين وما بين البنوك إن شاء الله طيب سيتكرم إنه أنا درس السؤال الموضوعي يعني الآن في كثير من الإشكاليات مربوطة بالنظام العالم يعني فيه إشكاليات اقتصادية في العالم كله ونحن جزء لا يتجزأ من الإشكاليات دي كانت فيه مشكلة في الخبز يعني هو العيش ما فيه مشكلة في الجاس ما فيه مشكلة في السيولة بالرغم من كل الأوضاع الاقتصادية الموجودة في السودان فجأة كده بيقيت فيه كل الإشكاليات دي هل عندها سبب موضوعي؟ ما التهريب ده ما جديد علينا وإشكالية السيولة وعدم السقة في النظام المصرفي اللي هو جديد الآن نفس الشيء في الخبز وإنت بتدعي الآن إنه في بعض التجار اللي هم سبب الإشكالية بضحف النفوس هل المشاكل دي ما كانت موجودة قبل كده؟ هي موجودة لكن اتفاقمت لسبب أو لآخر أول حاجة أنت تعلمي تماما إنه السودان ده مواجهة بكثير من التحديات في الجوانب الأقتصادية أول حاجة ما يلي أمر الوقود وتوفيره الأزمة حقاة السودان حقاة ما ظهرت الليلة والأمس ولا أول أمس منذ خروج بترول الجنوب من الميزانية السودانية لأنه كان البترول بمسل أكتر من 60% من الموازنة فجأة مزألة حصل ما حصل حصل الانفصال خروج بترول الجنوب من الموازنة كان سبب رئيسي في الأمر الماشي الآن الأمر الثاني أنا بفتكر أنه السودان لا يغفع على الناس يعني الحصار التام على السودان الحصار الواضح جدا حتى الآن أمريكا بتتكلهن رفعة الحصار لكن عمليا ما ترفع فبالتالي هذا الحصار كان سبب رئيسي في وجود إشكال كبير جدا لدى السودان نحن مش كده وبس بالمناسبة حتى الصناديق العالمية والجهات العالمية اللي بتكتب تقارير مستغرب جدا أن السودان حتى الآن لم ينهار نتيجة المسائل اللي حصلت يعني أفتكر أنه كثير جدا من الإجراءات وكثير جدا من الخطوات التي عملت ظل السودان محافظ لوضعه حتى الآن الأمر الثاني نفتكر أنه لو جينا الآن نبحث عن البدائل لأول مرة بالمناسبة يتعامل ميزانية للسودان قاعدين نقولها كثير لأول مرة يتعامل ميزانية بدون غروط وبدون منح خارجية لأنه كلها جائمة على الإرادات المحلية والداخلية عشان كده الضغط اللي تم الإجراءات الماشية الأهم اللي بتعمل فيه وزارة المالية عشان تقدر تعيد التوازن المالي المطلوب وتعيد حقيقة كثير جدا من الإجراءات اللي ممكن تسبت لنا اقتصادنا في السودان عشان كده أنا بفتكر أنه نحن متفاعلين جدا لو صبرنا شوية على هذه الإجراءات اللي بتعمل فيه وزارة المالية أنا بفتكر أنه ممكن يعني يحصل اختراق كبير جدا في كثير جدا من مجالات الاقتصادية تصور الناس على أهم يعني مقاوماته في الحياة والناس ما صبرت الفترة الفاتح دي كلها يا سيد كرم الآن هي دائرة حلول جزرية يعني إحنا الآن لما نتكلم عن حديث السيد معتز موسر اسم إجليس الوزراء وبيتكلم عن أنه منع التهريب هو الحالة التهريب ما جديد على السودان السودان دي دولة حدودية ودولة فيها حركة كبيرة وحتى تجربة القوات المشتركة في أنه هي تحمي حدودنا السودانية بالشكل الكبير ده ما قدرت تحميها منافزه كثيرة قلب أفريقيا النابض بتوسط كثير من الدول فهو معبر مش لتجارة الحدود بس حتى للبشر ولغير من الإشكاليات المربوطة بالمخدرات الآن الناس بتتساءل حيقعدوا في الضغط ده إلى متى في الإشكاليات دي يعني دارين الناس توقيت لأنه كل مرة نحن نرحل الإشكاليات منقول الإسبوع الجاي منتصف الشهر الجاي الشهر البعد والناس على أرض الواقع إلى الآن إنت لو طلعت الشهر بتلقى صفوف الجاس أنا ما وريتك قلت لك أصلاً الحاجات دي في إجراءات ماشا حسي في إجراءات ماشا الإجراءات دي يعني ما بالضرورة أنا جاء أقول لك والله بكرة أو أقول لك الليلة لكن في إجراءات ماشا أنا قلت لك الليلة لو أنت مشيتي طرمبات الوقود بتلقى الشباب دي شاهلين بيكتبوا اسمك ودي استمارة عشان يحصروا العربية دي عشان بعد ذاك يقدروا يحددوا ليها كم نقدر نحدد بالحصر دا كم بنحتاج من البنزين كم بنحتاج من الجازولين كم ممكن نديك ليه وإنت كاكوتك وبعد ذا بنواصل في حاجة تانا دا أقول لك غير دا الناس الآن بيتكلموا عن الدعم الدعم دا نفسه ليه يعني حصل إجراء ممتاز جدا في وغود الطيران الناس ما قامت ما قامت ليه لأنه ما شعرت به لكن صراحة كان يوم من الأيام الطيرات دي بتكب بنفس الدعم اللي بيكب ببال مواطن اللي عربيته بنفس الطريقة أنا إذا بطلع دعم دار يدعم المسكين دار يدعم الغني دار يدعم حتى الأجنبي كل السفارات وكل الجهاد دي مستفيدة من دعمنا دا أشكده أنا لما أجي أحدد أقول والله أنا عربيت البنزين أنت بيحتاج لك في الشهر في الاسفوع إذا احتجك لخمسة إضافية تكب من بقروشك العندك أنا أفتك رهود العلاج الأمر التاني أنا زي ما قلت لك أنا بيتكلم عن أنه ما في يعني نحن ذاتنا مقتنعين ما في خيار قدامك يرتعالج هذه الحلولة الجزرية وعشان كده نحن شغالين فيها شغالين فيها وكل اللي جان شغالة فيها وأنا أؤكد تماما أنه هذه المسائل في فترة وجيزة جدا ستصل إلى نتائج طيبة ونتائج مميزة إن شاء الله إن شاء الله خلينا نرجع للموضوع بتاع الحوار مع الأحزاب ودي واحدة برضو من الأشياء المهمة اللي بتأثر على الحوار الوطني في كتير من الأحزاب هي نسلخات وافتكرت أنه دي ورقة رابحة في ظل الظروف والوضع السياسي المربوط بالوضع الاختصادي الراهن وحاولت تعمل زي كسب سياسي بشكل أو بآخر خلينا نتكلم عن اللجان الآن اللي أتمدى وصلتوا معها في الحوار مع باقي الأحزاب أول حاجة أكد ليك ما لجأ مع أحزاب كثيرة ولا حاجة أول حاجة الأحزاب اللي داخل الموقع على وثيقة الحوار كالآن 86 حزب 36 حركة مسلحة 71 شخصية قومية العدد ده كله لما تجمعين 200 واحد اللي خرجوا على الوثيقة 10 كثيرين من مين مؤسرين أو لا مؤسرين هم مؤسرين ما مؤسرين ده شي تاني أنت قلت كثيرين كثيرين ده ما في هم عشرة طيب أنت بينكم بين رقبتك أقسم العشرة من الميتين واحد الباقي كم كم العشرة هيأثروا من المية كم تزعين يعني ما بيأسروا أنا سألتك أنت خلي سؤالي أنا أنا الآن الآن سيد كرم مننا يا أستاذة أنا سألتك أنت مية ميتين واحد ما رقوا منهم عشرة الباقي كم إذا ما بيأسروا مؤكد ما حيأسر على الحوار الوطني طيب ليه في لجان تتحور مع مدن اللجان ما معهم اللجان أصلا اللجان دي قائمة بتتحور مع ديل بتتحور مع المتمردين بتتحور مع أي زول اللجان دي ما عشان تتحور مع الناس دين وبس دي لجان مستمرة بعدين نحن يعني كنظام كحزب كدولة النازل شركة معنا ما لازم يكون على تواصل معهم لجان دي مش فقط تحاور الجماعة الدخل والمرأة يعني لكن اللجان قائمة مهمة تحاور مهمة تناغش مهمة تصل لحلول مهمة تبادر دي مهمة طيب واحدة برضو من المهام اللي الناس بدأت تتكلم عنها إنه الناس تتجاوز مبدأ تسقط بس تقعد بس ويكون في حوار بس والله أنا أقول لك أنا فعلا مع الحوار بس أنا أقول لك القصة ما قصة تسقط بس ولا تقعد بس القصة قصة وطن نحن حقيقة حقه نعمل للبثبت الوطن حقه نحن نعمل للبوحد الوطن حقه نحن لأنه الآن تجربة الدول الإنهارات والإتفرتقت معروفة عشان كده القصة يهدي مربوطة بيدي وعشان كده نحن نفتكر إنه لما نجينا قلنا والله في وثيقة ما نخرج على وإنتباراكي شفتي المسيرة اللي تمت دي عملوا ناس الحوار باعتبارهم هم مؤكدين على هذه الوثيقة لأن الوثيقة تتكلمت عن أشياء التبادل السلمي للسلطة يعني ما في المطورة البلد دي ما حقه تبراو صح الوطن ده حق الناس كلهم حقه 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 الناس كلهم ما في ما يمنع إنه أي مجموعة تجيب الانتخاب تشيل المؤتمر الوطن تشيل البشير تجيب زولة يعني أشكد الوثيقة دي نحن محرسين على ليه لأنه أول حاجة بتحفظ وحدة البلاد اتنين بتعمل على التداول السلمي للسلطة تلاتة بتشجع يعني على احترام القانون ودولة القانون والدساتير المختلفة كلها عشان كده حتى دستور السودان يتكلم عن التبادل السلمي للسلطة لذلك ما جصة تسجد وتقعد غيره في مبادي ما في ما يمنع انت تعال نظم قوتك ونظم حزبك ونظم كيانك وتعال أنزل بالانتخاب وزاته المطاردة فظل كم يعني شهور من مدته من فترته فظل شهور لذلك نحن حريصين جدا على الترتيب والاستعداد لخوض الانتخابات وجاهزين جدا نسلم البلد لأي حزب آخر ممكن يكسح المطاردة يعني عادي جدا لأن السودان ده صقام انغلابات عسكرية أحزاب وهو الحياة ما شي يعني ما في زال دايم فيها طيب خليني برضو نتكلم عن حاجة مهمة سيد كرم يعني الديمومة دي والتراتوبية دي هل بتحتاج أن المؤتمر الوطني الآن هو على سودة الحكم يفتح باب حوار زي ما هو فاتح أصلا ويفتح الباب مشروع لكل المعارضة ولكل الحركات في أنه هي فعلا تلتحك برقب السلام في الفترة الجاية وتحاول دائما تحكم صوت العقل للمصلحة الكلية للوطن وزي ما أنت قلت الحكومات يتمشي وتجي والدائما هو الوطن كقيمة طيب المؤتمر الوطني ده لو ما كان بغوض الحوار وجاهز للحوار المؤتمر ده بدأ بانقلاب انقلاب عسكري انقلاب عسكري محروف جاء عمل انتخاب ظلت زي سنة سنتين حاكم براو لكن الآن حاكم معكم حزب أشكد الآن سنة قاعد أقول لي جاء ما تقول لي الحزب الحاكم الحزاب الحاكمة حزب حاكم كيف هذا ما في نحنا الآن كم حزب حاكم الوزارات مقسمين معهم الولايات مقسمين معهم ما نفس النسب لكن يا سيدة حتى ولو حتى ولو ما أنت كمان ما ممكن أنا حزب حاكم فايز بأغلبية كان ممكن أصر على أغلبية لغاية ما مددتهم لكن لأن المطردان حرصوا على تنازله حرصوا عشان الوطن ويتي بالمناسبة يمسك معي التجارب منه وكيد جونقران يمسك أي معي يتنازل النائب الأول عشان يبقى جونقران جينا ماشين شوية يتنازل الحزب الفلاني عشان التنازلات التنازلات إلى الآن بالمناسبة المطردان ما بشكل أغلبية في الحكومة هس الحكومة المطردان من أغلبية خلاص أكتر من كده المطردان أعمل شنو لذلك المطردان حريص أحرص حزب على الحوار المطردان وأكتر حزب بمديد المؤتمر الوطني أنا أسأديك التفاوض كم وف حزب كم لجنة تكونت كم تفاوض نحن ماشينا دايما تابعي المطردان عمره ما اخترق مفاوضات وعمره ما زاير في مفاوضاته بمشي شعبين لنا جايبة مدخلة قضيتها بكرة تغير الأجندة بعد بكرة تغير موضوعة خلاص تغير الأجندة هو الإشكال أما المطردان ما عندنا مشكلة في أن يحاور الليلة وبكرة وبعد بكرة أصوا شغلتنا الحوار لذلك نحن مفردين لا مفردين لا يعني ولعل لعلمك الآن الوثيقة دي اللي عملت دي ما تركت حاجة ما تركت تكونت قالوا أن الحزاب دي جو ويتكونوا الهجان كم لجنة؟ لجنة الحكم والإدارة لجنة الإيه لجنة حتى لجنة ستة سبعة لجان ستة سبعة لجان قاعدت وأكتر من تزوء مئة أربعة وتزعين توصية وأكتر من وكم لجنة؟ لجنة التنسيق برأسة الرئيس وبالضمهم اللجنة التنسيق العليا الجمعية العمومية اللجنة السبعة سبعة كل منه؟ الكلام ده وكله إطار الحوار طيب خلينا نتكلم برضو في إطار الحوار نفسه عن الخطوات العملية بالحديث عن أو بالرجوع للاجتماعات المكسفة اللي كانت بالأمس بالنسبة للقطاع السياسي وضيناك مهمة جدا باعتبار أنه التكاتف والتعاضد من قبل كل الأحزاب الموجودة سواء كان في الحكومة أو غيرها هو اللي بيدفع بالتنمية ومسيرة التنمية وبالوطن والله الآن القطاع السياسي في اجتماعاته دي واضحة الطريق واضحة جدا من الليلة ليه نصل الانتخابات دارين نعمل شنو وفي الإطار ده كل شامل كل الحياة نحن في الاقتصاد دارين نعمل شنو نحن في التواصل مع الناس دارين نعمل شنو نحن في حواراتنا دارين نعمل شنو نحن في تحقيق السلام دارين نعمل شنو نحن في كله في خارطة الطريق واضحة الحزب المطهرطة إذا حقيتها ما حزب متخبط حزب إنه مؤسساته بيقعد كله مرة براجع قضاياه وبراجع برامجه لذلك نحن في هذه الاجتماعات المكثفة بالأمس ووقفنا على كل عشان كده لو تذكري تحدث رئيس القطاع دكتور عبد الرحمن الخضر في تصريحه أن الأزمات دي الآن الناس إن شاء الله ما شاء الله ينحسر انحسار دي ما جاي من فرق لأنه نحن عارفين بنعمل فشنه يعني لابد نعالج القضايا دي بغض النظر إنه قامت احتجاجات ولا ما قادر احتجاجات دي مسؤولية الدولة لابد تقوم بها يعني ما ممكن أنت تنتظر زول ما لاقي يأكل زول ما لاقي يركب زول ما قادر الجامعة تفتح ما قادر المدرسة تفتح ما معقوله ما أنا أنت ذاتك كدولة بيقول ما عندك قيمة عشان كده نحن الخطوط بالنسبة لنا واضحة الأمر الثاني برضو ده ما بخلينا لابد نعرف إنه هذه القضايا العالم ده كله الآن مولع فرنسا قائمة وين قائمة القضية دي ما قضية السودان بس ما قضية السودان بس العالم ده كله قايم عشان كده نحن لكن البهمنا إنه نحن لابد من إنه نقفز فوق كل هذه الأزمات ونحقق الرضا على الأقل للمواطن حتى نزل بيتكلم عن انتخابات ذات لابد إنه أدخل المرحلة الجاية برضا كامل الأمر الثاني أنا أفتكر يعني مجرد المساندة المواطنين للأخر رئيس انت براك شفت الحكاية المسيرة التمى الحجدة التمى في الخرطوم الحجدة اللمس في نيالة في جنوب دارفور دي الرئيس حيمسي عنده برنامج حيزور ستة سبعة ولايات في المرحلة الجاية وده كل الولايات ده كلها العلمي حتمر بنفس الصورة دي تأكد وقوفها خلف الرئيس لأنه بالمناسبة الإنقاذ دي الوحيدة كل الولايات دي وليت شرعي للإنقاذ لأن السودان ده كان بيحكم من الخرطوم تصدق المدرسة في الخرطوم تصدق الشفخانة في الخرطوم الولايات دي الآن بقت حاكمة بقت مسؤولة جات تنمية جات أشياء كثيرة جدا ما كانت موجودة يعني الآن الجوة العامدة ما بخلينا ما نتكلم عن إنجازات الإنقاذ ما بخلينا كلها يعني صحيح أنت قد تنجح قد تفشل لكن ما بيعني أن أشخلي إنجازاتك كلها سودان ده النمازجه كثيرة سودان ده لما نجات الإنقاذ فوقه ثلاثة كباري والأربعة كباري الآن فوقه 18 كبري كبير السودان ده في وقه أشياء السودان ده يوم الآن الإبرة دي جاوبها في امتحان الشهادة السودانية أين يقع مصنع الإبرة في السودان قالوا لا يوجد في واحد واثنين وثلاثة لدائرة فيه لا يوجد أنت الآن بتتكلم عن صناعة طيارات تتكلم عن صناعة دبابات تتكلم عن صناعة زخيرة تتكلم عن صناعة حاجات كثيرة جدا تتكلم عن مطارات تتكلم عن قناة الشروق دي الخرطوم دي كانت تلفزيون مدرمان أنا قاعد معاكل الشروق دي هسي أنت بتتكلم كم قانا الإعلام ده بس كم قانا في السودان الآن قبل الإنقاذ ما كانت موجودة نتكلم عن كثير من الإنجازات في المقابل في كثير من الإشكاليات الناس تحاول بقدر الإمكان تنظر إلى الإشكاليات تحاول تعالجها لأنه دحق المواطن على الدولة نحن عندنا فاصل من بعده هنرجع نكمل كل مضابط الحلقة معك خليكم معنا مشاهدين أهلاً ومرحباً بكم من جديد مشاهدينا في برنامج حوار آخر على قناة الشروق الفضائية بصحبة سيد أحمد كرمينو مقرر القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني مرحباً بك مرة تانية كنا نتكلم قبل الفاصل عن أنه في كثير من الإنجازات في المقابل في كثير من الإخفاقات والآن المؤتمر الوطني جل حديثه وخطاباته السياسية بتتكلم عن أنه قيام الانتخابات في موعدة الناس بتتساءل هل الآن الظروف مواتية للتصريحات الزيدي؟ وهل الظروف الاقتصادية هتأثر بشكل أو بآخر على قيام الانتخابات في موعدة؟ والله ينذر أقول لك ماهل الانتخابات درسه موقيت يعني ما مربوطة بأن الناس الظروف مناسبة أو ما مناسبة ما أنت قلت لي أنه انتخاباتك دي فترتك دي لا تتجاوز الخمسة سنوات أو الأربعة سنوات الأربعة سنوات دي محسوبة من يوم الليلة لغاية أربعة سنة نحن الآن قضينا مدتنا لغاية عشرين عشرين بأن نقضي المدة مأسو خيارين يا نعمل الانتخابات لأنه مدتنا انتهت يا أي زيادة لينا فقدنا الشرعية بالتالي المطرد أنا ما حريصي بجد شرعيته ما حريصي يدخل في حاجة ما شرعية عشان كده نحن حريصين جدا الانتخابات تكون في موعدة بعد ذاك الناس صحي يشوفوا الصرف يكون كيف الميزانية ما تكون كثيرة على الحكاية يعمل الانتخابات دي الناس يمشوا بدون مجاني بغيره ده موعدة تانية لكن بتكلم عن توقيتات لذلك نحن حريصين ما نتجاوز المطرد نحريص ما يتجاوز مدته يعني عشان كده نحن حريصين على قيام الانتخابات في موعدة طيب بالنسبة للشكل الانتخابات والتصريحات والكلام الموجود فيه المواطن بيتكلم عن أنه ما كان أولى المؤتمر الوطني في التوقيت ده يتكلم عن امتصاص الإشكاليات الاختصادية والضغطة على المواطن بدأ يتكلم في المقابل من ناحية الثانية على الانتخابات طيب كيف أنا أدركوا ليك كلام ما أصن أنت ما هي وجهيل لعملة واحدة كان المطورطا ولا هي حزيب ثاني أنت أصن انتخابات دي ما أدرك المواطن فصوت لك بالتالي أنت لا بد أن تتمشي في العلاج غير هذا نحن كمطورطني ما قصة تسييس للقضايا بنتكلم عن حرصنا الدقيق على معالجة هذه القضايا لأنك في النهاية أنت يعني كدولة ذاتك بتبقى زي ما قلت لك ما عندك قيمة إذا ما بتعالج مشاكلك أشكد أنا والله أنا مطمئن لأنه أنا قاعد أعارف الحاصل أنا مطمئن تماما أنه الإجراءات التنفيذية والسياسية والمعمولة عن وزارة المالية وأنا من الأخ متابعة الأخ معتز ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وباعتبارنا برضنا عندنا الطاقية الثانية غير الحزب طاقية البرلمان وهي برضها متابعة للأمر أنا واثق جدا أنه الناس لأنه دمى مربوطة بالمزايدات لأن دحها يبتأت بشر يعني كيف أنا هخلي المواطن قام لقى رغيف مافي قام لقى وغود مافي قام لقى قروش مافي أحسي ما يضلحا ما خلاص ما دي لازم أعالجها ما أنا لازم أعالج دي ما عنده حل ما عنده خيار قدامي صحيح أنت الآن بتتكلم معي في أنه الناس تصبر لهمتين وغيره لكن بتتكلم معك عن ضرورة الحل الحل حيكون جزري ضروري الحل يكون جزري للقضايا دي لازم يكون جزري ولا أنت بتفقد قيمتك أنت بتفقد قيمتك فلذلك أنا واثق صحيح زي ما أقول تلك أنا الآن لأنه أنا ما التنفيزي الأول في القصة دي ولا أنا يعني عارف الناس المالية تماماً السعي السعي اللي ونحن في المؤتمر الوطني وسياسياً باعتباره بهمني الأمر كمقرر لهذا القطاع السياسي وبإتماعاته المستمرة ما عندنا خيار غير أننا نعالج السياسة والاقتصاد ما بينفصلة من بعض لا بد من هذه القضايا تعالج تعالج وأنا أثق أنها بتتعالج بتتعالج بإذن الله طيب في واحدة من الاشكاليات اللي عولجت في الفترة الماضي والآن بصدد أنه يكتمل إعداد والمعالج بالنسبة لأليه هو التقويم الدراسي لكثير من المدارس والجامعات السودانية برضو من ناحية بتاعت استقرار الناس دائرة تعرف الحاصل فأشنو سيد كرم بالنسبة للمدارس طبعاً هو خلاص فتحت أعلن عنها بالنسبة للجامعات أعلنت وزارة التعليم العالي والناس متابعة أنه ستفتح تدريجياً وأظن أنه سبت أغلب الجامعات ستفتح لكن برضا أنا الليلة حتى ولتكلمت عن التقويم الدراسي وغيره أنا برضو لازم أتكلم أنا حافظ على أرواح الطلبة أرواح التلاميذ ظروفهم أحوالهم أن الضغط النفس ذاته لأهلهم في ظروف اللي شفنا دي كان لازم أعمل معالجاً طيب هل انتفت أسباب أنه أنت تقفل الجامعات عشان ترجع تفتحها مرة تاني؟ هما بقول ليك انتفت لكن الآن أنا أفتكر الوضع إلى أحد ما ممكن أنا أفتح الجامعات وبعد ذلك يكون مرضا متروكة للظروف اللي قدام الناس يعني لذلك لو لاحظت أنه نحن لما قام حجد المؤتمر الوطني أعلننا أنه المدارس لا تمشي التلاميذ لا يشتركوا لذلك لأنه نحن مهما أكلف من أمر تلاميذ صغار مثلاً طلبت الجامعات شوية كبار ومعبولين لكن برضو نحن ما دارين الطلاب يكونهم يعني يستخدموا وقود ويستخدموا درجة لآخرين ولأجندات معروفة يعني طيب ما حذيركم شنو في أنه الطلبة دال نفسهم الموجودين في الجامعات وفي كثير من الأحزاب والرؤى وبلورة للطالب في الوقت ده من عمره في الجامعات السياسية أنهم ما يكونوا جزء من الحاصل الآن لازم يكونوا جزء لازم يكونوا جزء معروفة الطلاب دي لأنهم يعرضوا نفسهم للخطر ومشاكل ممكن يتعرضوا له من قبل بعض الجهات شوفي أنا واحد من الناس تخرجت من الحركة الطلابية وعارف أركان النقاش وعارف وعارف كله يعني نحن ذاتنا قمنا كده يعني فلكن الوضع لما تيجي تقراه زمانه الآن ما يختلف تماماً يعني كانت زمان القصة كان بالغت روكو النقاش خلاص يعني روكو النقاش قاموا ناس يتناقش وقفلوا الجامعة عملوا كده لكن الآن الجامعة فيها السلاح الجامعة فيها يعني حكايتها صعبة جداً وعادة بيموتوا فيها الأبرياء اللي بخططوا ده اللي بيعرف ويزوغ ميتين وبيعرف عشان كده نحن حرصين جداً أنه الطلاب ده ما يكونوا وقود لأفعال زي ديان شكرا مؤكد طيب عندهم مطالب محددة الآن ويمكن هي تبلورت لكم في شكل رؤى ومطلوبات عندكم لهم أي فهم في أنه أنت تتحاوروا تتناقشوا معهم تسمعوا منهم قبل قلنا لازم يكون في رأي ورأي آخر والله يشوف أنا أكون معك واضح أنا كنت يوم من الأيام وزير الدولة في العمل نحن برضه بنفس الأشياء الخطوط لأنه الدولة ما بتنظر النظرات التكتيكية الدولة حقها خط التخطيطة الاستراتيجية يعني في الحتة دي نحن بنفتكر أنه لابد من وجود علاج جزري لارتفاع حالة البطالة ليه لأنه الآن نحن صحيح أفلحنا جدا في أنه فتحنا كمية من الجامعات سورة التعليم العالي أفلحنا أنه سورة التعليم العالي فتحت كثير جدا من الجامعات وخرجت العديد جدا من الطلاب لكن عطال بالتالي دي لما يتخرجوا ويمشوا بيبقوا شباب وعاطل ودار يشتغل عشان كده الحل الجزري للقضية دي لا بد من أنه الدولة تفتح منافذ لمعالجة البطالة وإيجاد فرص لهؤلاء الشباب لأنه أحيانا النزات بيفضل بيشوف مادم أنا عاطل وما لاقي حاجة وما لاقي حق المواصلات وما لاقي غيره أفضل لي أعمل أي حاجة ممكن أعملي أنا لذلك أنا شخصيا مع الناس البنادو للحل الجزري لمسألة البطالة وبعد ذلك ما ضروري عند الدولة وفعلا الآن في يعني إذا تكلمنا عن التمويل الأصغر إذا تكلمنا عن التشغيل الخريج لكن برضه ما بالمساحات الواسعة الكبيرة يعني ده السوق كبير بيجا وطلب أعدادهم كبيرة بالملايين ومراتهم بالعمل ما يستوعب الآن الآلاف المؤلفة والعداد الكبيرة من الآن دار يستوعبهم من الشباب وبرضه لازم أنفتحها عالميا عشان أقدر أجد فرص وازعة كثيرة جدا برا لما نتخرجوا يستطيعوا يمشوا يشتغلوا في بعض الدول يعني فيها شقين شق داخلي وممكن برضه الدولة تفتح منافس لشق خارجي عشان ألجل نقدر نستوعب عدد كبير جدا منهم طيب سيتكرمنا بكل شفافية الآن الحزب الحاكم موجود ليو 30 سنة على صدة الحكم وإشكاليات الطلاب مع ثورة التعليم العالي لا كم سنة؟ يعني مما بدأ ثورة التعليم العالي كم سنة؟ والله يمكن تقولي كم وعشرين سنة كم وعشرين سنة هل الكم وعشرين سنة هذه ما لقدتوا لكم آلية عشان ما تستوعبوا بي الشباب دل وبإشكالياتهم المربوطة بالسوق العمل؟ والله أنا أقول لكي أوصو طبعا التعليم حقه ما يرتبط بالتوظيف أصلا ما يرتبط بالتوظيف لأنك أنا زي جيد قطة زي التعليم زي ما لدينا في السودان بيكونوا يجردوا يشوفوا دارين كم دكتور الخرطون بتستوعب مية دكتور يقدموا الفرص يفتحوا الفرص للطلاب لي مية عشان طوال يتخرج يمش يشتغل ودائرة كم ضابط إداري يفتحوا لك لعددهم عشان كده كانت سياسة التعليم العالي إنه أيزوا لي كريتعلم وبعد ما يتعلم براه ممكن تتفتح قدامه كثير جدا من الآفاق فبالتالي عشان كده إنت كل ما ارتفع نسبة التعليم ما ممكن في بلد زي السودان تجي تتكلم معي فإنك إنت دائر توظف آلاف من البشر إلا تفتح سوق عمل واضح عشان كده هسا أنا بفتكر زي ما قلت عليك مستفيد من تجربتيك وزير الدولة في العمل سابقا لابد من توسعة سوق العمل لابد من إيجاد فرص بغض النظر بالضرورة تبقى عند الدولة لكن توفر الدولة تمويل توفر الدولة مشروعات توفر الدولة تفتح مع دول صديقة في كيف تقدر تستوعب هؤلاء الشباب مهم جدا سيد كرامينو خلينا برضو نتكلم نحن زمننا تقريبا شبه لكن في سؤال نداريس قالوا حق نسترسل فيه في الإجابة لأنه مهم جدا الآن خلينا نتكلم عن الحوار مع الحركات قبل أشرنا لي وعرضا كده ومع دقية الأحزاب اللي انسلخت أصلا من وثيقة الحوار الوطني اللي هي كانت جزء لا يتجزأ منه ووافقت عليه وتوافقت عليه كقوة سياسية والله نحن برضنا واحد من الحلول الجزرية المؤتمر الطنية والحكومة فاهمة واحد من الحلول الجزرية لكثير من قضاينا تحقيق السلام لذلك من قطع العمل عن السلام ودائما الحزب يخط رائع على زول في مسألة الحوار نائب رئيس الحزب هو الرئيس المسؤول الأول من مسألة المفاوضات لذلك كل المتاريس تجين من الحركات المسلحة ما من الحكومة حكومة تمشي وتشاهد على ذلك اللجنة الأفريقية بتاعت سامون بيكي محروفة دي كل مرة نمشي من هنا دائرين خلاص جادين نعمل قصة السلام أخوانا ديلي يطلعوا لنا بأجندة تانية بطرق جديدة يعني نتم تعليقه طوالي القصة دي ما جديدة عشان كده يعني الحكومة بقلب مفتوح بتمشي من أجل الحوار ومن أجل السلام لأنه انت قبيل قلت كلام وسأنا بقوله لكي أنا كحاكم من مصلحتين أنه حقك سلام ومن مصلحتين أنه حقك استقرار ما من مصلحتين أنها تكون في مشاكل عشان كده لازم أحرص على حلحلة كل بؤر المشاكل الأمر الثاني نحن نفتكر أنه مع استمرارنا مع هذه الوثيقة ومع إخواننا الشركاء كلهم معنا ما في ما يمنع باب ده مفتوح طوالي باب مفتوح للناس في أنهم يجوا يدخلوا ويشتركوا لأنه في النهاية الباب واسع والفرص متاحة وممكن هزول يقدر يقدم عشان نقدر نحن نحافظ أنا حريص على الكلمة نحافظ على استقرار السودان ونحافظ على وحدة السودان في فريق بين زول عنده بلد وقاعد وبرانة شايفين تمشي المسجد الفلاني واحد من سوريا قام تمشي المسجد الفلاني واحد من اليمن قام تمشي المسجد الفلاني واحد من الطرقات الغيره والسودان السودانين ناس يعني كريمين وشعب شريف ما بيقبل ما بيتحمل الوضع ده ما بيتحملوا صعب يعني الليلة في السودان يمكن يموت جوا بيته ما يدوق الإيجار يقول لنا جاء عنه وفي سودان ممكن يكون يموت في عرض البحر بسبب أنه ظروفه الاقتصادية خلته يطلع براء السودان أيوه عشان دائر يصلح أوضاعه السودان ما زيباقي الدول لذلك نحن كلنا حقنا يعني بتنازلنا بحوارنا باتفاقنا ما نستجيب للأجندة الخارجية في دول بالمناسبة بيفتكرون السودان ده حقه يكون رصيد بالنسبة لهم ولأسر ولأولادهم دول بأينا شغال الشغل ده نحن ما دائرين نستجيب لمثل هذه الدول لأنها ممكن تفرح بتشتت السودان وإنتوا عارفين الأجندة المخطوطة لتكسيم السودان وتمزيغ السودان وتكسيمه إلى دول ودويلات وغير وغير دي أجندة معروفة لكل الناس فلذلك نحن حقنا كسودانيين نحرص نعالج قضايانا عشان ما نوصل السودان مرحلة الانقسامات والانشقاقات والتقسمات والأشياء كثيرة جدا يعني نحن بكل اللي عارفينه ده بنعرف كمان أن السودان ده بلد ما فقير بلد غني بإنسانه وبموارده على المستوى الزراعي وعلى مستوى الحيواني وحتى على مستوى كثير من القطاعات السودان يكاد يكون فيها الأول على مستوى أفريقيا وحتى على مستوى الدهب يعني نحن الثالث على مستوى أفريقيا الصمغ العربي مساحات بكر من الأراضي الزراعية هكتارات ملايين الهكتارات وأسروا حيوانية بالملايين خالي لو استفدنا منها ووظفناها بالشكل الأمثل مشط لصالح المواطن لما عانى الإنسان السودان من كل الإشكاليات الاختصادية اللي ارتبطت بمعاشه نحن بنتمنى أنه الأحزاب الحركات المسلحة والحزب الحاكم المؤتمر الوطني تقدم كل التنازلات الممكن وبعض المستحيل من أجل المصدحة العامة لهذا السودان إحنا سعدنا بك جداً ولو عندك أي كلمة أخيرة حاب تقولها الكلمة الأخيرة بخطب بكلامك اللي قلت توداً أنا تاني بأكد لكي نحن في المؤتمر الوطني أحرص الناس أنا وريتك قلت لكي حزب من حاكم إلى أحزاب حاكمة ومن حزب الأغلبية إلى الآن قربنا نبقى حزب الأغلية وبيكينا زاد حزب الأغلية حسنا جزود الوطني نحن حزب الأغلية وزعنا الحكاية دي كلها بين الناس ده ليه؟ ده بأكد لكي مهما تكلموا الناس ومهما على صوت الناس ضد المؤتمر الوطني إنه نحن أكتر حزب متساهل وأكتر حزب مقدم تنازلات وجاهزين في أي وقت نقدم تنازلات كاملة إلى أن يعني السودان ده يكون بصورته المطلوبة ونقدر إن شاء الله رب العالمين يعني نحافظ عليه ونقدر بإذن الله رب العالمين نخليه السودان السودان المعروف شكرا سيد أحمد كراميرنو مقرر القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني كتر ألف خيرك على وجودك معنا شكرا لكم أنتم مشاهدين نعود ونلتقى الإسبوع القادم وسودان دائما بألف خير نتمنه كذلك في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر